بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد بن عبد الله محاضراتنا لمساق محاسبة التكاليف والفصل الأول وهو مدخل إلى محاسبة التكاليف سوف نتحدث في هذا الفصل عن كيفية تدور محاسبة التكاليف وتعريفها وأهدافها والوظائف وكذلك العلاقة التي تربط بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف والفرق بينهما لذلك بداية في عصرنا الحالي وهو يعتبر عصر العولمة أن العالم أصبح قرية صغيرة وانفتاح الأسواق المالية عن بعضها البعض وكذلك تطور الهائف في التكنولوجيا والمعلومات أوجد ضرورة قصوى لمحاسبة التكاليف حتى تساعد الشركات على النجاح في الحياة الاقتصادية لأن الشركات طبيعة الحال تحتاج إلى قدر كبير من المعلومات والبيانات التي تساعدهم في اتخاذ قراتهم لأن هذه المعلومات يحتاج لها الإدارة وكذلك المستثمرين الحاليين والمتوقعين وكذلك الدائنين والجهات الحكومية يعني هذه المعلومات يحتاج لها مجفئة كبيرة سواء من داخل المنشأ أو خارج المنشأ لذلك بدون توفر هذه المعلومات المناسبة لهذه الجهات تزداد نسبة قراراتهم الخاطئة لذلك تقوم إدارة الشركة بوضع نظام هذا النظام يوفر لهم المعلومات التي تساعدهم للقيام بعمالهم على أكمل وجه ومن هذه الأنظمة التي توفر هذه المعلومات وهو محاسبة التكاليف حيث تلعب محاسبة التكاليف دورا مهما في الحياة الاقتصادية باعتبارها تشكل قاعدة أساسية لإنتاج البيانات والمعلومات الداخلية سواء هذه المعلومات كانت كمية أو رقمية التي تساعد في رفع كفاءة الإدارة في مجلات التخطيط والرقاب زي إيش البيانات الكمية والبيانات الرقمية البيانات الكمية يعني لو قلنا نحن كشركة أنتجت مثلا خمسين طاولة خمسين خزانة مثلا هذه الشركة أنتجت من نوع معين من السيارات ألف سيارة هذا بيعتبر وصف كمي للوحدات التي تم إنتاجها ولكن ما يتعلق بالبيانات الرقمية زي ما نقول مثلا تكلفت هذه السيارة مثلا عشرة لاف دينار مثلا تكلفت هذا القميص مثلا خمسة دينار لذلك بحكي على تكلفة محددة برقم كذلك تلعب تقوم بدور مهم محسب التكاليف في أداد التقارير المالية لكون تكلفة المنتج تمثل عنصرا أساسيا من العناصر اللازمة لتحديد الدخل تكلفة المنتج قدامها نأخذ أن تكلفة المنتج تتكون من أكثر من عنصر وهو ما يتعلق بالمواد والأجور والمصرية لذلك مهم جدا أن أعرف تكلفة كل عنصر وهذا العنصر يساعد في تحديد الدخل والمركز المالي المنشأ وخاصة في المنشآت الصناعية وهذا هل نلاحظه قدام حيث تهتم بشكل أساسي بتجميع وتحميل تكاليف الإنتاج على الوحدات المنتجة نأخذ لمحة سريعة عن تطور محاسبة التكاليف نحن نعرف أن علم المحاسبة وهو الذي يقوم على عملية التزييل وتوبيب العمليات المالية هذا العلم أساس أو يقوم على نظرية مهمة وهي نظرية القيد المزدوج وبعد ذلك تطور هذا العلم ليواكب التطور الاقتصادي الذي حدث لذلك كان لابد من علم يواكب التطور الاقتصادي ويذكر أن الفراعنة كانوا يتبعون إجراءات تشبه إلى حدم الإجراءات المستخدمة في محاسبة التكاليف الآن زي أنشطة متعلقة بالصناعة أو الصناعة والزراعة والأنشطة المعمارية بعد ذلك تطور هذا العلم أن نجع الممولين إلى تقديم المواد إلى الصناع يعني شخص عنده مادة خام يروح لمموء يعني صانع يروح لبيته عسبت أنه يحول المادة الخام إلى سلعة قابلة للاستخدام مقابل أن يدفع له أجر مقابل عمله ثم تطور إلى أن تم تجميع هذه الصناعة في وراش وأماكن عمل ولكن أدى الطورة الصناعية التي قامت في القرن الثامن عشر إلى انتقال طريقة التصنيع من طريقة يدوية إلى نصف يدوية ومن ثم إلى ألية ولكن أدى هذا بدوره إلى تطور صناعي وحضاري كبيرين رفقهما تطور في الفكر المحاسبي والاقتصادي حيث تطورت حاجة الشركات بسبب المنافسة والصراع بين الأسواق كل شركة بدأت تحاول تأخذ نصيبها من هذه الأسواق لذلك كان لابد من تخفيض التكلفة حتى يتمكن هذه الشركة من تخفيض الأسعار مما تطلب محاسبة التكاليف تطور نوعي في إنتاج المعلومات لخدمة الإدارة حتى تساعدها في عملية تخفيض التكلفة ومن ثم تخفيض الأسعار ولكن تعتبر محاسبة التكاليف هي مكملة للمحاسبة المالية يعني محاسبة التكاليف ليس بديلا عن المحاسبة المالية وإنما مكملة لها وكلاهما يسيران في خطان مستقي متوازيان جنبا إلى جنب أي أن العلاقة بينهم علاقة تكامل وليس علاقة تنافس مهم جدا نعرف أن الثورة الصناعية التي حدست في القرن التاسع عشر أدت إلى أنه لابد من وجود قوانين وطرق ومبادئ لتطبيق محاسبة التكاليف لأن هذه الشركات الصناعية كانت بسبب زيادة رؤوس الأموال وكذلك زيادة الكميات المنتجة وكذلك التنوى في عملية الإنتاج أصبح هناك حاجة إلى دراسة الأصول العلمية التي تحكم علاقة عناصر التكاليف بحجم الإنتاج لو بنا نقول إيش هو تعريف محاسبة التكاليف مهم جدا أنا قبل ما أدخل في تعريف محاسبة التكاليف أنه أنا أفهم أو أعرف إيش ما هو مفهوم التكلفة التكلفة هي قيمة الموارد التي يتم التضحية بها للحصول على سلعة أو خدمة حيث أنه يتم قياس التضحيات بالمبالغ النقدية التي تدفع إما حاليا أو مستقبل هذا معروض مفهوم التكلفة طيب محاسبة التكاليف محاسبة التكاليف هو من ضمن تعريفاته هو تعتبر تمثيل لنظام المحاسبي هذا النظام المحاسبي يختص بتوفير المعلومات التفصيلية اللازمة عن تكلفة الوحدة الواحدة يعني بيقدم معلومات تفصيلية عن تكلفة الوحدة المنتجة التي تقوم الشركات الصناعية بإنتاج هناك تعريف آخر وهو أنه يعتبر أداة تحليلية رقابية محكومة بمجموعة من الطرق والمبادئ والقواعد والأصول النظرية الأخرى تمد المستويات الإدارية أو تقدم للمستويات الإدارية معلومات وبيانات داخلية هذه المعلومات تستطيع بواسطها تقييم الأداء والرقابة على كفاءة التشغيل واستخدام عناصر التكاليف وذلك بمقارنة البيانات الفعلية مع المؤشرات التخطيضية أو المعيارية المحددة مسبقا وكشف الإنحرافة لو بدنا نأخذ تعريف أشمل لمحاسب التكاليف ونحاول هذا التعريف الأشمل نشوف إيش أهم عناصر محاسب التكاليف هي أحد فروع علم المحاسبة أو أحد حقول علم المحاسبة يعني محاسب التكاليف يتبع إلى علم المحاسبة هذا العلم يقوم على مجموعة من الطرق والمبادئ والأسس العلمية يعني عشان أطبق هذا العلم لابد أن أطبق مجموعة من الطرق والمبادئ والأسس العلمية التي تهدف إلى هدف أساسي وهو هدف محاسبة التكاليف وهو قياس وتحديد تكلفة المنتج أنه أنا أريد أن أسعى إلى تحديد وقياس تكلفة المنتج سواء المنتج كان سلعة أو خدمة تقدم وتزويد الإدارة أريد أن أزود كمان محاسبة التكاليف أريد أن أزود الإدارة بالمعلومات اللازمة والملائمة في الوقت المناسب مهم جدا أن تكون هذه المعلومات ملائمة وأن تصل الإدارة في الوقت المناسب حتى يكون الاستفادة منها بقدر كبير كذلك محاسبة التكاليف بنتساعد الإدارة للقيام بوظائفها ونحن عارفين وظائف الإدارة وهي التخطيط والرقابة والتنصيق واتخاذ القرارات ورسم السياسة يعني بدنا نركز أن هذا التعريف يشمل على عدة بنود أو وهو أن محاسبة التكاليف بداية هو أحد حقول علم المحاسبة يقوم على مجموعة من الطرق والأسس العلمية الهدف الأساسي من محاسبة التكاليف هو قياس وتحديد تكلفة المنتج كذلك تزويد الإدارة بالمعلومات والبيانات الملائمة في الوقت المناسب ومساعدة الإدارة للقيام بوظائفها الأساسية وهي التنصيق والرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسة نجد نقطة أخرى وهو مدخل الحاجة في التكاليف حيث أن محاسبة التكاليف تسعى للوصول إلى أعلى كفاء تاجية وبأقل تكلفة ممكنة حيث أن التكلفة تنبع من حاجة الفرد إلى إشباع حاجته كما ونوعا يعني لو بدنا نلاحظ أنه أنا عندي هذه الحاجة وهي التكلفة وهي الإشباع إذا كان هناك حاجة لابد من سدها وذلك بدفع التكلفة كيف يعني؟ لو قلنا أن هناك شخص يحتاج إلى شراء مثلا قميص حاجة لهذا القميص تدفعه إلى دفع تكلفة هناك شخص يحتاج إلى شراء سيارة حاجة لهذه السيارة تدفعه إلى دفع تكلفة عندما يتم دفع التكلفة فإنه يؤدي إلى الإشباع فإنه يؤدي إلى الإشباع هنلاحظ أن هناك مثلا في خط آخر وهو متقطع الخط المتصل وهو أن التكلفة التي تم دفعها أدت إلى الإشباع الكامل يعني لو أنا بدأ أشتري سيارة نوع معين رحت على معرض السيارات وهي لون معين رحت بدأ أشتري سيارة بيضاء موديل معين رحت على معرض السيارات لقيت أنه السيارة الموديل واللون موجود وقمت بشراءة فهذا يؤدي إلى الإشباع الكامل ولكن لو بنا نفترض أنه أنا رحت على معرض السيارات أشتري سيارة حابها لون بيضاء ولكن موديل معين رحت لقيت أنه ما فيش لون أبيض لقيت لون مثلا سيلفر أو ما شابه وقمت بشراءها ففي هذه الحالة أنه أدى إلى الإشباع ولكن ليس إشباعا كاملا طيب إذا حصل إشباع الإشباع الإشباع يؤدي إلى سد الحاجة الإشباع يؤدي إلى سد الحاجة لذلك هنلاحظ أن الحلقة هذه دائما إذا كان هناك حاجة لابد من دفع تكلفة والتكلفة تؤدي إلى الإشباع والإشباع يؤدي إلى سد الحاجة لذلك الحاجة هي وليدة كل لحظة ومتجددة ولكن بأشكال مختلفة وطبق العملية مستمرة حاجة تكلفة إشباع بعد ذلك سنتطلق إلى أهداف محاسبة التكاليف حيث تسعى محاسبة التكاليف إلى مجموعة من الأهداف الهدف الأساسي والرئيسي والتقليدي هو تحديد تكلفة المنتج أي قياس تكلفة كل أنصر من عناصر التكاليف المستخدمة في الإنتاج وهي مواد وأجور ومصارية حيث يعتبر هو الهدف الأساسي والرئيسي والتقليدي لمحاسبة التكاليف هذا الهدف وهو تحديد تكلفة المنتج يساعد الإدارة في عملية تسعير هذا المنتج لأنه إذا الإدارة استطاعت تحديد التكلفة الصحيحة لهذا المنتج بناء عليه يتم وضع السعر وبالتالي يكون هذا السعر أعلى من التكلفة لتحقيق الربع لذلك تحديد تكلفة المنتج تساعد الإدارة في عملية تسعير المنتجات بشكل صحيح الهدف الثاني وهو توفير المعلومات لعملية اتخاذ القارات نحن عارفين أن عملية اتخاذ القارات هي أحد وظائف الإدارة التي تقوم بها ولكن إدارة الإدارة العليا أو إدارة المنشأة عشان تقوم بعملية اتخاذ القارات لا بد أن يكون هناك معلومات وبيانات تساعدها في هذه العملية حيث تقدم محاسب التكلف معلومات للإدارة تساعدهم في اتخاذ القارات الإدارية بشكل أفضل حيث أنه كلما كانت المعلومات الصحيحة من الأرجح أن تكون القرارات المتخذة صحيحة حيث أن عملية اتخاذ القرار تعتبر هي عصب الوظيفة الإدارية في أي منشأة سوى منشأة تجارية أو منشأة صناعية أو منشأة خدمية عصب الوظيفة الإدارية هو عملية اتخاذ القارات إذا كان المدير لا يستطيع اتخاذ قرار لذلك يكون هناك فشل في عمل هذا المدير الوظيفة الثالثة وهي المساعدة في عملية اعداد الموازنات التخطيطية الموازنات التخطيطية هي خطة تقوم المنشأة بوضحها خطة مستقبلية خطة مستقبلية تقوم المنشأة بوضحها لذلك إدارة المنشأة للقيام بهذه الخطة لابد من أن يكون لديها مجموعة من المعلومات حيث تقوم محاسبة التكاليف بتقديم معلومات ضرورية عند اعداد الموازنات ومن هذه المعلومات كمية المواد الواجب توفرها عن الساعات الواجب عملها لتحقيق عدد الوحدات الواجب بيحها لأن الموازنات تستند على بيانات تنبؤية تنبؤ بيانات مستقبلية لذلك مهم جدا أكون فاهم إيش الفرق بين الموازنات والميزانية العمومية الميزانية العمومية هي بيانات حدثت في الماضي أما بيانات الموازنات هي بياناتها مستقبلية تمام؟ لذلك مهم جدا أنا عشان أضع الخطة المستقبلية وهي الموازنات التخطيطية لا بد أن يكون لدي معلومات وبيانات أستطيع أستند إليها لتخطيط المستقبل لذلك توفر محاسب التكليف هذه البيانات وهي تعتبر أداء لتقييم الأداء ووسيلة رقبية تسعى لتحقيق أهداف مستقبلية الهدف الرابع وهو تخفيض التكليف حيث تسعى محاسب التكليف إلى تخفيض التكلفة دون التأثير على الجودة يعني أنا بدي حاول أخفض ولكن لا يكون هناك تأثير على جودة المنتج وذلك من خلال وضع أنظمة رقابية على عماصر التكليف حيث يعتبر هذا الهدف من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها المنشأة في ظل المنافسة بين المنشآت أنه تسعى إلى أن يكون هناك تخفيض في تكلفة المنتج ولا يكون هناك تأثير على الجودة وذلك من خلال وضع أنظمة رقابية رقابية على عناصر تكلفة المنتج قلنا تكلفة المنتج عناصرها الأساسية وهي المواد والأجور والمصاري والمصاريب بشكل عام قدامها نحكي عنها بشكل من التفصيل الهدف الخامس وهو حساب تكلفة المنتج بشكل أكدر دقة وهو يعتبر من الأهداف الاستراتيجية في الوقت الحالي ويمكن تحقيقه باستخدام نظام ABC وهو نظام التكليف المبني على الأنشطة وهذا النظام هنأخذه في الفصل السابع بشكل أكثر تفصيلياً كيفية تطبيق هذا النظام في الشركات الصناعية وكيفية الاستفادة من هذا النظام في المنشآت الصناعية بعد ذلك الهدف توفير المعلومات لعملية التخطيط والرقابة والقياس الأدى عملية التخطيط مهمة جداً خصوصاً في الإدارة الحديثة حيث أن نظام التكليف يقوم بتزويد الإدارة بالمعلومات لمساعدتها في عملية التخطيط والرقابة حيث أن التخطيط جيد بدون رقابة فعالة يعتبر مضيعة للوقت لذلك لا بد من عملية التخطيط جيد وهذا التخطيط لا بد أن يتبه عملية رقابة حتى يكون هناك استفادة جيدة من عملية التخطيط حيث أن الرقابة على التكليف هو الهدف المعاصر لمحاسبة التكليف بضل التنافس بين المنشآت وتقاسم السوق بين المنشآت الكبرى وكثر المنتجات وتنوحها لا بد من الرقابة على هذه التكليف لمحاولة تخفيض التكلفة لأنه يعتبر جميع المواد الخام مهما كانت متوفرة بكثر ولكن تعتبر نادرة ويجب الحفاظ عليها من هذا الهدف يمكن تقسيم الرقابة إلى ثلاث أنواع أول حاجة الرقابة المصححة وهي بنسميها الرقابة التصحيح بعد الانتهاء يعني بعد الانتهاء من العملية الانتاجية وهي الرقابة التي يكون هدفها هو التحقق من أن الأحداث نفدت والانتظار بنتظر حتى نهاية العملية الانتاجية عشان أقوم بعملية الرقابة وذلك بمقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المخطط واتخاذ القرارات اللازمة بعدم تكرار الخطأ أو وهو الانحراف في المستقبل يعني أنا بقوم بالعملية الانتاجية وبنتهي من العملية الانتاجية بعدين بقوم بعملية الرقابة أي أن لا تعالج ما في الماضي ولكنه يستفاد منها في المستقبل لأن هذه الرقابة تحدث بعد عملية الانتهاء من العملية الانتاجية الرقابة الوقائية وهي المانعة وهي الرقابة الأحدث حيث يتم متابعة العملية الانتاجية وتقليل الانحراف قدر الإمكان قبل وأثناء العملية الانتاجية يعني أنا بحاول إذا كان هناك أي انحراف خلال العملية الانتاجية أعمل على تقليله والحد من هذا الحراف أي التدخل أثناء عملية الانتاج عند حدوث أي مصنع النوع الآخر وهو الرقابة على الأداء وهو يسمى الرقابة المتزامنة للأداء وذلك بهدف تحقيق التطابق المنشود بين الأداء الفعلي والمخطط أي مقارنة ما هو مخطط مع ما هو فعلي أنا هذا الرقابة على الأداء أريد أن أرى ما كنت مخطط وما حدث فعليا وقارن بينهما نجل موضوع آخر وهي وظائف محاسبة التكاليف حيث أن سبب ظهور محاسبة التكاليف هو معالجة القصور في المحاسبة المالية وعجزها عن القيام بوظائف وخاصة في المنشآت الصناعية يعني أحد أسباب وعوامل ظهور محاسبة التكاليف هو أن محاسبة المالية كان هناك بها قصور في تقديم المعلومات للمنشآت وخاصة المنشآت الصناعية حيث هناك عدة وظائف لمحاسبة التكاليف وهي الوظيفة التسجيلية والوظيفة التحليلية والتفسيرية والوظيفة الرقابية والوظيفة التحفزية نأخذ كل وظيفة على حدة بداية الوظيفة التسجيلية وذلك من خلال التسجيل التاريخي لجميع عناصر التكاليف نحن حكينا أن عناصر التكاليف تتكون من ثلاثة عناصر أساسية وهي المواد والأجور والمصاريف قدامها نأخذ إيش تعريف كل عنصر من هذه العناصر هذا التسجيل التاريخي يكون من واقع مستندات والوثائق المختلفة وتفريغها في سجلات بهدف استخدامها لقياس تكلفة الإنتاج وتحليل التكاليف في عملية التخطيط والرقابة وترشيد القرارة الوظيفة التالية وهي الوظيفة التحليلية وذلك من خلال تحليل بيانات تكلفة المنتج إلى العناصر الأساسية يعني هذا بالدعم التحليل لكل عنصر من عناصر هذه التكاليف بالدعم السجل التحليلي للمواد بالدعم السجل التحليلي للأجور وكذلك سجل تحليلي للمصائف الأخرى التي تستخدم في عملية أو أحد عناصر التكاليف الوظيفة بعد ذلك وهي الوظيفة التفسيرية وتسمى الإخبارية وذلك من خلال عرض البيانات المالية على شكل قوائم مالية وبصورة دورية وفقا لنمازج تحليلية مختلفة تضمن عناصر التكاليف مصنفة يعني هذه الوظيفة تقوم على عرض البيانات وحنا عارفين أن عرض البيانات بشكل عام وغفق قوائم هناك قائمة الميزانية العمية وقائمة الدخل وقائمة الضفقات النغلية يعني كل هذه تعتبر قوائم تعرض البيانات المالية آخر الحاجة وهي الوظيفة الرقابية هي وظيفة مقارنة ما هو مخطط مع ما هو فعلي حيث تعد محاسب التكاليف أداة تحليلية حدناها حكيناها قبل هيك أن محاسب التكاليف أداة تحليلية تقوم بتحقيق دورة الرقابة على كيفية استخدام المواد المادية سواء مواد خام أو مصاريف وكذلك المواد البشرية سواء أجور العمال وكذلك المواد المائية والعمل على ترشيد عملية التخطيط واتخاذ القرارات وتحديد الإنحرافات بين التكاليف الفعلية والميارية وبذلك مساعدة الإدارة في تقييم الأداء والرقابة بكفاءة وفعلي نية الوظيفة الخامسة وهي الوظيفة التحفيزية وهذه الوظيفة تكون بعد الوظائف الأربع السابقة وهي الوظيفة التزيلية والتحليلية وقلنا التزيلية والرقابية وهي تمثل حافز للموظفين في الأقسام والعاملين من أجل تنفيذ ما هو مخطط وتطبيق المائية المحددة في عملية إنفاق التقلوب هذا كله يساعد في أن المنشأة تستخدم مواردها المتاحة سوى مواد أو أجور أو مصريب بشكل كفء واقتصاد نية بعد ذلك وهي أنواع التقارير المحاسبية الذي يوفرها نظام التكاليف هذا النظام يوفر مجموعة من التقارير منها التقارير الداخلية والتقارير الخارجية هناك نوعين تقارير بسمها التقارير الداخلية الروتونية وهناك التقارير الداخلية غير الروتونية التقارير الداخلية الروتونية وهي التقارير التي تستخدمها الإدارة في عملية التخطيط والرقابة المرتبطة بالنشاط اليومي يعني أنا كل يوم بدي تقرير مثلا عن عدد الوحدات التي تم إنتاجها بدي تقرير عن عدد الساعات التي قام بتنفيذها العمال والمشرفين خلال اليوم يعني هذا يعتبر بشكل يومي يعني بدي سجيل عن مثلا مثلا سجيل حضور وانصراف العمال سجيل المواد التي أنا استخدمتها يوميا كل يوم قديش أنا بدي نهاية اليوم يصلني تقرير عن الوحدات التي تم استخدامها خلال اليوم هناك نوع آخر وهي التقارير الداخلية غير الروتونية وهي مرتبطة بالسياسات المهمة هي التقارير المستخدمة من قبل الإدارة لاتخاذ القرارات المرتبطة بتخطيط السياسات يعني هذه التقارير مرتبطة بالسياسات العليا وهي المهمة للإدارة مثال على ذلك التقارير الخاصة بعملية التمويل هناك تقارير تحتاج الإدارة إذا كان هناك في نية لفتح خط إنتاجي تقارير خط بزيادة إحداث المنتجة بدنا تقارير إذا كان هناك نية دخول أسواق جديدة إغلاق خط إنتاجي كلها تعتبر تقارير مهمة مرتبطة بالسياسات المهمة وهي تعتبر تقارير غير دورية تقوم محاسبة التكاليف بتقديمها إلى الإدارة العليا النوع الآخر وهو تقارير خارجية وهي بعض التقارير التي تحتاجها أطراف خارج المنشة حول الوضع المالي والعمليات والأنشطة التي تقوم بها المنشة ومنهم المستسمين والحكومة والبنوك وهي تكون ليس كثيرة وهي نادرة الحدوث أن يكون هناك تقارير مرتبطة في محاسبة التكاليف تحتاجها الجهات الخارجية ولكن ممكن أن يحدث إذا كان هناك مثلا نية إلى الشركة الصناعية مثلا أخذ قرض من البنوك تحتاج بعض البنوك مثلا تقارير عن خط العملية الإنتاجية أو ما يتعلق بالعمل داخل المصنع أسباب وعوامل ظهور محاسبة التكاليف هناك عدة أسباب أدت إلى الحاجة لمحاسبة التكاليف وظهورها كأحد حقول المحاسبة حكينا أحد أهم الأسباب هو عجل المحاسبة المالية في تقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الإدارة وخاصة في المنشات الصناعية ومن هذه المعلومات تحديد تكلفة الوحدة المنتجة نحن عرفين أن المحاسبة المالية الهدف منها قياس ربح وخصارة المنشة وذلك من خلال قائمة الدخل وكذلك معرفة المركز المالي للمنشة وهي الذي تحدده الميزانية العمية لذلك المحاسبة المالية لا تستطيع أن تقدم معلومات وخصوصا عن تكلفة المنتج لذلك كان لابد من ظهور محاسبة التكاليف حتى تساعد الإدارة لتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها عن أنصر التكلفة السبب الثاني وهو التطور التكنولوجي والصناعي والأسواق العالمية وإحنا اليوم كنا نشاهد أن أصبح العالم كله سوق مفتوح يعني يستطيع أي شخص في أي العالم شراء أي سلعة في العالم وذلك عن طريقة التكنولوجيا وعن طريقة الإنترنت وأصبح هناك تنافس بين الشركات العالمية وأصبح هناك استخدام آلات حديثة في عملية الإنتاج لذلك أصبح هناك سرعة في الإنتاج وكذلك كثرة وتنوى في عملية الإنتاج والوحدات المنتجة أسباب وعوامل ظهور محاسبة التكاليف كذلك قلنا كبر حجم المنشآت وتعدد المنتجات وكذلك العلم الإدارة الحديث وهو فصل الملاك عن الإدارة كذلك تطور الشركة بشكلها القانوني حيث أنه كان في السابق شركات فردية ثم تطورت إلى شركة أشخاص ومن ثم شركات مساهمة عامة وهي شركات الأموال هذا كلها يعني يعتبر من الأسباب لظهور محاسبة التكاليف بعد ذلك عدم قدرة المحاسبة المالية مساعدة الإدارة في اتخاذ القارات الخاصة بالإنتاج مثل التسعير وشراء الجديدة والمفاضلة بين البدائد يعني كل هذه معلومات التي يقدمها هي محاسبة التكاليف محاسبة التكاليف عندما تقدم للإدارة تكلفة المنتج لوضع هذه الأسهار محاسبة المالية لا تستطيع أن تقدم هذه المعلومات كذلك عدم قدرة المحاسبة المالية مساعدة الإدارة في عملية التخطيط وإعداد الموازنات والرقابة نجد شيء مهم في هذا الفصل وهو أوجه الإختلاف بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف حكينا في السابق أن العلاقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية هي علاقة التكامل وأن كلهما يشيران في خطان متوازيان ولكن هناك بعض الاختلافات وهذه تعتبر مهمة جدا لفهم محاسبة التكاليف لو بدنا نأخذ المعايير المحاسبية نعرف أن المحاسبة ينظمه مجموعة من المعايير المحاسبة الدولية هذه المعايير في المحاسبة المالية موجودة وملزمة يعني ملزمة للشركات الكبرى أن تطبق هذه المعايير حيث يلتزم المحاسب في هذه الشركات بتطبيق المعايير المحاسبية المقبولة قبولا عاما عند عداد التقارير المالية ونحن عارفين أن هناك تقارير مالية لابد أن تقدمها الشركات في نهاية السنة المالية وهدف من المعايير هو توحيد المعالجات المحاسبية حتى يسهل عملية مقارنة التقارير للاستفادة منها بشكل كبير لو ننطلع محاسبة التكاليف لا يوجد معايير حيث أن كل المنشأة تحدد محتوى وشكل التقارير التي تلائم طبيعة نشاطها واحتياجاتها وقاراتها يعني محاسبة التكاليف هناك شركات يختلف حجم نشاطها وتنوع نشاطها وحجم وكبر حجمها لذلك هناك تقارير تتناسب مع ذلك سبب الآخر أو الاختلاف الآخر وهو الرقابة يعني عملية الرقابة تتم من خلال في المحاسبة المالية من خلال مراجعة المستندات المؤيدة للعملية المالية وكذلك التقارير المالية حيث تقوم رقابة من خلال ما يعرف بمراجعة الحسابات وتدقيق الحسابات الرقابة في المحاسبة المالية تنتهي بعد نهاية إعداد القوائم المالية فهناك عملية تدقيق وعملية رقابة وهو من خلال تدقيق الحسابات ما يتعلق بالرقابة في محاسبة التكليف وتتم من خلال مقارنة ما هو مخطط مع ما هو فعلي وتحديد ومعرفة أسباب الانحرافة الإلزامية المحاسبة المالية هي إلزامية في جميع المنشآت سواء منشآت تجارية أو صناعية أو خدمة اشتركوا في القناة